موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بحضركم في حلقة جديدة من برنامج اولادي جن نوني حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التعليم عن بعض في زمن الكورونا طبعا كل بيت مصري عنده اطفال لازم تتعلم وتروح المدرسة وكلنا طبعا عارفين الظروف اللي بتواجه العالم مش بس مصر وهو وباء كوفيد 19 وطبعا علشان نحفظ على اولادنا قررت وزارة التربية والتعليم تتعامل بنظام الانلاين وهو التعلم عن بعض عن طريق الانترنت فطبيعي الموضوع يجون جديد وكثير من الاباء والامهات حابين يعرفوا ازاي يعلموا اطفالهم بطريقة صحيحة في زل وباء الكورونا وعلشان نعرف اكتر عن موضوع التعليم عن بعض مشرفنا النهاردة الدكتور رأفة عمران دكتور الادارة التربوية والتطوير المؤسسي اهلا بحضرتك الدكتور اهلا بي الدكتور في البداية عايزين نعرف التعليم عن بعض نقلة نوعية في عملية التعليم لانه طبعا قلل من كسافة الفصول والرعب من انتقال العدوى بس طبعا فيه اهل ما بيعرفوش في المنزل ان هما ازاي يتعاملوا عن بعض ويكونوا مثلا يقدروا يعلموا الاطفال فهل التعليم عن بعض طوقنا جاية للطلاب ام ورطة للأهالة خلينا الاول نعترف بان طلابنا المرحلة دي كلها حتى من اول الكيجي لحد ثلثة سنوية دولا يعني 14 مرحلة اه اه 14 سنة دراسية اه اه اطفال وحتى اللي هما في السنوي دول عندهم طاقة الطاقة دي لازم يحصل لها اخراج تمام دي رقم واحد كانوا في وجودهم في اسناء الدراسة في داخل المدارس كان في حصص للتربية الرياضية في حصص للتربية الفانية الأرض فيه للموسيقى اللي هي المجالات عموما والأنشطة وفيه البريكات وفيه الأفنية التعليمية وكان بيمرسوا رياضات فكان بيتخرج الطاقة بتاعته ولذلك لو احنا عملنا استطلاع رأي أن الطلبة تحب حصص إيه؟ حصص تربية رضية رقم واحد أهم من حصص المواد الثقافية ده ليه؟ لأن بتشبع له رغباته الداخلية فتلميز أو كواحد عنده طاقة دي رقم واحد دي رقم اتنين تعتبر طيب اللي جد علينا نتيجة الكورونا العملية أفلت مرة واحدة فما كان على مستوى العالم إلا أنهم يعملوا التعليم أونلاين عن بعد علشان متحصلش كوارث والكورونا تنتشر وده حاجة تمام التمام نيجي لنظرية التطبيق هل طبق صح ولا مطبقشي؟ هي دي مربط الفرس في الموضوع لأن دي في تاني سنة أول سنة كده السنة اللي فاتت المفروض با يوم يعملوا update هم عملوا إيه؟ وجابت نتائج ولا ما جابتشي؟ ويقولوا استطلاع رأي وقياس الاستطلاعات الرأي دي زي ما موجودة في كل دول اللي عالم ما تعملش الكلام ده ولا تظهر على الشاشة خالص لأي حد طيب دكتور من وجهة نظر حضرتك دي مهمة مين؟ هقول لحضرتك أولا إحنا لما نيجي نبص لمدارس الحكومة عددها بيمثل كم في المية؟ والمدارس الخاصة عددها بيمثل كم في المية؟ هتلاقي في حدود تسعين في المية مدارس حكومة وعشر في المية مدارس خاصة تمام؟ صح خلينا نتفق على المادة ده تمام لما جينا نعمل أولاين هل يا مدارس الحكومة أنت طبقتي الأولاين صح؟ زي ما بيقولك كتاب وجدت جدوى للمدرسة فعلا عملتية عملتية للأولاد أولاين عن طريق النت وهل النت ده متوفر لكل الأسئلة دي كلها بنطرحها؟ والإجابات كلنا عارفينها هل ما تروح النت في كل بيت من بيوتات مصر؟ بالتأكيد لا ده في أماكن كربة فيها تنهار يحصل فيها وأوالأخو ما تيجي فيه ناس بعض الناس ما عنداش ضمير وأوالأخو طيب هل النت متوفر؟ لا أبيش متوفر توفر كامل هل الشركات المحمول اللي موجودة في مصر ساهمت في الموضوع ده؟ ولا ما ساهمتش؟ ده برضو سؤالية سئلة عشان الناس الفقر وخصوصاً مدارس الحكومة اللي هم ما بيقدروش هم هم يدفعوا اشتراك هم يدفعوا المصروفات اللي هي 50-60 جنيه هيدفعوا اشتراك نت أقال لحاجة 140-150 جنيه في الشهر ده 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 يعني لو هل بقى أهم طبقوا الجدول وفيه حص الأنشاطة بنكلم عليه؟ لا نيجي للشق العشر في المئة العشر للقمستاشر في المئة اللي هي مدارس خاص المدارس النصحة عملت الجدول بتاعها أنا قالته كله للأولاين وبقى فيه حصص موسيقى وبقى فيه حصص تدبير منزلي وفيه أنشطة وفيه تمارين وفيه كل حاجة بس مش كل المدارسة عملت كده مش كل المدارسة عملت كده ديه بقى أه أشوف حضرتك صحنا عندي اتنين قلام فرضو ما كان شبيه كلام ده لسان المجتمع رد حضرتك والحقيقي مش كل المدارسة عملت كده فعلا أنا أقول لحضرتك أنا عندي 33 و30 مدرسة موجودين تحت عناية تحت إشراف حضرتك أه تحت عناية وأنا واحد من المنظومة ده الجدول لقل كامل وقلنا لهم كناس تربويين كلنا أنا راجل تخصص أدارات أربوية وكناس تربويين قلنا لازم توجد لأن أنت لو بتدرس مواد ثقافية من الساعة 8 ونص لحد الساعة 2 وكلها كده زي المحاضرات الولد هيفصل منك ومش هيبع معك إنما لما أنت تيجي بعد حصة والتانية وتيجي في التالتة ده فيه حصة موسيقى الأولاد هتبقى فيه وقعدة بتسمع وقعدة بتغني مع المس بتاعتهم وفي نفس الوقت فيه قلة اللي عنده قلة بيطلحها ويبقى التعليم المفتوح والأولاد مع المس وشغلين كانهم في قلب الفصل الدراسة أنت عملت فصل ما بين الروتين وعملتونه النشاط وخليت التلميذ اللي قدامك بقى ريفرش بقى عنده الحيوية عشان يبدأ الحصة أو الاتنين اللي جايين بعد كده وبعدين يعمل حصة بيه طيب الحصة اللي بيه اللي هي التربية ده يعملها زي دكتور آه عملها إزاي عملها إزاي طيب وقال في بيت المدرس هم شايفين المدرس والمدرس بيفتح ويشوفهم عليهم صورة صورة ويعمل هو التمارين يعمل التمارين هم يعملوا زيه يعني على هم والعيال في بيتهم الأولاد على السجادة وبيعملوا التمارينات الجري في المكان المد والثاني هو والآخره وتمارين البطن وكل حاجة كأنهم في المدرسة فكرة ممتازة جدا يا دكتور جات الكبار المسات دخلوا حجرة التدريل المنزلي واشتغلوا والأطفال بيعملوا زيه والأولاد في البيت بيعملوا زيه ومتاعة التربية الفنية يلا هنقص ونعمل ونساوي والكلام ده كله عمل كل حاجة كده الطبقة تب ليه ما تتنقلسي الأفقار دي وليه انتو يا وزارة التربية والتعليم للمدرس الحكومية تب ايه الفجوة جات فين بقى خلينا ندور على حل للمشكلة ما نجد يبقى في مشكلة ندور لها على حلول طبعا ما نعرفنا دور الإعلام الله ينورك المفروض انت شوف حضرتك قلت دور الإعلام دور الإعلام مطلوب هنا بقى انتو ليه يا قنوات فضائية زي ما حضرتك بيتناقش قضية هيت ليه ما تناقشتش القضايا دي بعد الشهر أول والتاني والثالث في السنة اللي فاتت في السنة اللي فاتت وليه ما تعملش برنامج توعوي في انت عندنا عندنا مسلسلات رمضان كان كل الناس قعدوا قدامها ومشاء الله تصرف عليها ملايين الملايين يمكن يا دكتور ان ده ما حصلش لان ما كانش لسه حصل اللي احنا شوفنا ده لاني كانت اول سنة هي السنة اللي فاتت طيب ما لأ ما انت بعد شهر واثنين وثلاثة اللي هيبرعها وظهرف داخل البيوتات المصرية وكل بيشتكي من الاولاد لان الاولاد مش عارفة تطلع الطاقة النوادي مقفولة كل حاجة مقفولة هيروحوا المولات يجروا فيها بقى فقال بالطرقات من اللي هيسمح لهم هيجروا في قدب البيت ولذلك تلاقي نص كبيات البيت تتقسرت ونص وبعضوا بيوتهم الايان والامهات بتشد في شعورها انتوا ليه ما يباش فيه البرنامج التوعوي الموجود ده زي ما انت زي ما بيعمله في الفواصل ما بين المسلسلات حاجة كده السيئ ده ولية الامر اللي موجودة في بيت اللي هي اختنا وامنا والاخ صح؟ ام يعمل انت ولاد ما بين كل ساعة والتاني الاولاد ديت لازم عندها طيب ام يعمل شوية تمرين يا حدك تقصد ان ده دور الاسرة في البيت ده دور الاعلام ان نوجه الناس ده رقم واحد ودور الاسرة تقبق الكلام ده ويكون مين اللي بيقول مين اللي بيقول حد متخصص علشان يقتنع اللي ان احنا في البيوتات المصرية عايزين اللي يتكلم معانا يقول لنا يقول لنا كلام غير اللي هو موجود واحنا عارفينه ايه وفي نفس الوقت يبقى عن علم وعن ضراية علشان الناس دي تقدر تستفيد هل ده تم؟ سؤالي تسئل ما تمش ده ايد مين؟ الهيئة القومية للإعلام اللي هي موجودة في مصر الهيئة الوطنية الوطنية ماشي وعلى موظف ان هي موجودة في مدينة اليتاك موجودة في الزعوة التلفزيونية تمام كانت المفروض تفرد على كل القنوات الفضائية من ضمن الإعلانات اللي موجودة دقيقة للتوعية وتيجي نقول يا بتاع الجماعة بتاع الطفول والأمومة ادونا ايه اللي نقوله؟ صح ادونا المادة العالمية هايئة قومية ادونا ايه؟ هايئة قاطب هايئة علشان الست اللي موجودة في البيت تاخد حاجة من جهة موثوق فيها صح ده يبقى ده قم بدور الإعلام طيب تيجي احنا بقى لبزارة التربية والتعليم اللي عندها التسعين في المية من طلبة اللي احنا عندنا اللي الطلبة ودخلنا لعشرين مليون 14 دول تاع 17-18 مليون في الحدود دي غير انا حسبتش طلبة الجماعة ايه مناشر اعو بيهم من الكبار شوية اه صح انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت عندك فيه موجود في الوزارة نسؤل رئاساء ادارات مركزية رئيس ادارة مركزية للتعليم الاساسي اطلع ودور على المرحلة بتاعتك وطالب وخطب الجهات المعنية خطب الطفولة والأمومة المركز القومة والطفولة والأمومة خطب هيئة الاعلام الهيئة الوطنية للأعلام واطلب منهم متعودش في مكتبك نيجي للمرحلة الأدادية والسنوية برضو الرئيس في لها اقدار رئيس ادارة مركزية اتنشطوا وخرجوا من المكاتب واقوموا بدوركم مش دوركم انت خلاص المدرسة اتنقلت فين؟ اونلاي في البيت اتنقلت في البيت خلاص المدرسة ساحاتك توصد ان هو بدل ما ينزل مثلا يلف على المدارس هو كده عند دور تاني يعني هو الدور وتغير الله ينور عليك ليه احنا بقى ما نبعدش عن النمطية ونبخر خارج الصندوق زي ما الناس كلها عملت زي ما العشرة في المئة بتاع المدارس خاصة ما عملت صح انا بيجي جالي كم من التعليقات مثلا عن منظومة شغالة وانا باتبحها انا كنت مبسوط مبسوط من ايه؟ والله انتو ناس محترمين عملت وعملت 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 وكذا وحسس الليل وحسس اللي هي بتاعت البيئي والحاجات دي المدرس قال لي تبا نعملها ازاي قولت له انت مش عندك بتاع المرتبة بتاعت الرياضة دي اعمل عليها وخلي القمرة موجودة عليها واشتغل والله بعض المدرسين اشتغلوا بالموبايلات وكانت نكحة جدا وكانت احسن حصص حصص البيئي وجابت نسبة حضور تفوق الحصص الثقافية ده حضاك توصد في مدرس معينة اه المدرس الخاصة اللي هي عملت الكلام دي انما بتقول الوزارة ما عملوها ومش كل مدرس الخاصة برد نسبة منها نسبة منها نسبة كبيرة الناس شطرة اللي بتشغل دماغها علشان هي في سوق سوق العمل اي عشان يعملوا جذب عشان تتميز عن غيره ما دي المنافسة الشريفة اللي بنتكلم عليه اي اي وفي نفس التوقيت كنا جبنا اسادزة علم النفس التعليمي يقوموا بدورهم كل كنا برضو عن طريق الطفولة والامومة وعن طريق اقسام علم النفس اللي موجودة في كلية الاداب اللي بيدرسوا الحاجات دي وكانوا يجي لهم برنامج خمس دقايق في كل يبعت يرسل للقنوات والقنوات تزيعوا بس يراجع عن طريق المرقز القوامل للطفولة والامومة طيب دكتور اللي حضاك قلتو ده مهم جدا طب هل دلوقتي احنا نقدر ان ينفذ كلنا؟ ليه ما يتنفسه؟ ليه؟ حتى في الاجازة بعد ما انتهت يتعمل بس مباشر خاص بالحاجات دي والقنوات الفضائية وينزل يعلمه يتبع موجودة في الفواصل زي الاعلانات اللي موجودة فيه اعلان خاص بالدولة لان دول ولاد الدولة صح ولازم يتعمل ليه ما يتعملش؟ تمام حضرتك هو خلاص الدرسة خلاصة انت بتنقش القضية انت كده كل اللي هيتفرج عليها دلوقتي هتبدأ ولية الامر اللي شافت الحاجات دي تجيب تمرينات رياضية من الفيديوهات اللي موجودة في اليوتيوب صح وتنزلها وتقول يالله يا ولاد هنقول انتو نعمل التدريبات دي صح وهتعمل وهتبقى سعيدة وهتطلع الطاقة اللي موجودة عند الولاد ده بدل ما يقصرولها في البيت وهي في نفس الوقت هتبقى رشيقة ما شاء الله وجزء ما تجوز سعلي صح ده انا بطلب لحدك امثلة اي اي صح طبعا دكتور دلوقتي المعلم بيقدر يتواصل مع الطلاب ويسجل محتوى تعليمي لكن الطفل يعني هيقدر يستوعب الشرح ده عن بعض واستيعابه يعني لما يقول المعلم الواجب استيعابه في حل الواجب يعني طبعا ده محتاج طفل كبير يكون في المحل الأعدادية على الأقل حتاك دلوقتي قلت العدد كبير جدا طب المشكلة دلوقتي عندنا في المرحلة الابتدائية والمراحل الأولى اللي هي بالضبط كده الكيجيهات اللوايح بتاعت التربية والتعليم قالت القاتي قالت الكيجيهات كيجي وان وكيجي تو هنعد مع بعض ونحن قلنا 14 مرحلة وقلنا ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي دول 5 مراحل 5 من 14 ماشي قال لك دول لازم نسبة حضورهم في المدارس من تفضيط المدرسة مفيش فيه هتجيبهم حوالي 4 تيام من 7 تيام بتول الأسبوع ده هي المدارس كمان قالت ان اختياري انت عايز تجيبهم جيبهم مش عايز ما بجيبهم الأصح بقى المدارس الخاصة وانا بقول لها حضرتك الزكاء بيجي هنا بقى الزكاء المجتمعي والزكاء التعليمي الاطفال في الخمس مراحل دول لازم يشوفوا ما احنا نقسمهم عندنا الطفل ده حسي وسامعي وبصري الطفل عايز التلاتة اللي هو الصغير عايز التلاتة مع بعض ما يعرفش شيء وده يتوفر في الالين لا ما يتوفرش في الالين للخمس مراحل دول عايز يكون حاضر حضور حقيقي في داخل الفصل ولذلك المدارس النصحة وسباغ تياري بس المدارس النصحة حضرت الاربع اتيام للخمس مراحل دول عشان يجيبه نتيجة التأسيس والناس فعلا واظبط وحضرت وكتنسبة الحضور في الخمس مراحل انا بضرب لك مثل اوات من الواقع انا عشته ايه كتنسبة الحضور تفوق التسعين في المية من الخمس مراحل دول كي جي وان وكي جي تو والابتدائي والتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي عديهم كده خمسة من الاربع تاشر اللي يبقى باقي كام يبقى باقي تسعة التسعة دول الكبار ممكن يعدوا ويتفاعلوا او رابع ابتدائي رابع ابتدائي ديت يعني كم سنة يبقى قد أربع سنين وخمسة يبقى دي عنده تسعة سنين من تمانية ونص لتسعة سنين يعني عنده الوعي والإدراق وممكن يعد ويشوف المدرس وعن طريق اللين وفي الشاشة ويعد وتفاعل معاه وفي أولها بتبقى فيها شيء من الصعوبة على المدرس وعلى الطالب ولكن تاني شهر كانت أفضل وأفضل تالت شهر لما دلوقتي بقينا كلنا أسادزة في الأولاين والتيمز والزوم والحاجات اللي عرفناها وتعرفت في كل البيوت وبقى كل المدرس بس اللي نجح فيها قوي المدرس الخاص عشان عاوزين في السوق يتنفسه صح ويجيبه نتائج إيجابية اللي هي إرضاء العميل إرضاء العميل علشان فيه نفسه فيه مدرس تانية المفروض بقى وزارة التربية والتعليم في الحكومة المدرس حكومة يشوفوا التجربة في المدرس الخاصة ويستفدوا منها ده أنا بوصيهم انزلوا للواقع وشوفوا المدرس الخاصة عملت إيه ويعملوا عشان تنجحوا ممكن يا دكتور ما يكونش فيه ميزانية الحاجة زي كده يوجدوها وزارة التعليم دلوقتي بقت ما شاء الله للدولة ما تبخلش بحاجة بس التنفيذ في أرض الواقع هو المهم التنفيذ في أرض الواقع والضمير هو المهم طيب أنا دلوقتي يا دكتور لو أنا يعني ما أتحش مثلا قدامي أن أنا أنزل الطفل يروحي المدرسة طيب أنا إزاي برضو أخلي المعالم يتواصل معاه ويقدر يخليه يحل الواجب كل ده أونلاين تمام لو غصب عني الظرف كهري أنا مش هودي لأن يعني حضائك أنت الوزارة خلت لأربع أيام في المدرس الخاصة فيه ناس في المدرس الخاصة ما أودتش خالص آه عملوا إكرار عملوا إكرار ومضى عليه وما أودتش خالص طيب هل ينفع أننا يعني في أي طريقة معينة أخلي مثلا الطفل يقعد يتفاعل مع المدرس ويقعد يحل الواجب كل ده أونلاين تمام هقول لحضرتك الدولة عملت إيه نزلت في التلفزيون المصري حصص وأكتر من أكتر من قناقة شغلة علشان تشبع في كل الفترات اليومية كل المراحل وعندك أعدات وعندك تموك تسجل وعندك بدل القناة 2 و 3 و 4 وده مشكورة عليك كان مجهود والمستشار المواد أمو بدر كان فعل فيه تمام دي اللي كان بيدرس فيها المدرسين ولا المستشار كان بيجيب أفضل المدرسين عنده عن طريق التوجيه بتاعه المواجهين العموم كانوا بيغزوه بأحسن ناس المبادل في سوق الدراسة آه كان بيجيب الناس المميزين المميزين لأن اللعب يتفرج على عدد كبير تمام طيب فيه سؤال بقى وجيه انت سألته وده المفروض الناس تاخد بالها منه ايه هو اللي هو مربط الفرص بقى ان ازاي الواجب يتحل اه دي مشكلة فعلا تمام فيه دور بقى هنا واقف عليه ففتي ففتي انا شرحت انا عندي مثلا الدرس الدرس اللي بيدرس للطالب عبارة عن مجموعة من الاهداف المعرفية لازم يعرف كذا وكذا وكذا اللي هي مجموعة افكار هزبط ومجموعة وجدانيات اللي هي المشاعر الاحاسي اللي تنقله نتيجة الدرس اللي هو بيدرسه يبقى مجموعة وجدانيات ونحول الكلام ده الى سلوك يبقى ثلاث حاجات انا بقى كان كان مدرس لازم ده الكلام ده برضو يتعرف عند المدرسين ويشتغلوا به ناس متخصصين يعرفهم الكلام ده طيب نعمل ايه المدرس بيشرح لهم الدرس وبيشرح الدرس وقال لهم الفكرة الاولانية اهي اهي ويتثبت بانها وجدت عند الطلبة ويسألهم اه ما يديش النقطة التانية غلما يحل ما يحل عليها نموذج وقال لهم عندكم ثلاث نمازج اخرى عندكم حلوها على نفس النموذج ييجي هنا بقى الخمسين في المئة التانيين اللي هو دوره الاسرة في متابعة حل الثلاث نمازج اللي هي للتأكيد اللي بتشبع الرغبات بتاع الثلاثة ويحاولوا يده حافظ للطفل ان هو يحل اه ده في البيت في البيت انما المدرس مش هيدا لا كل ما فيها الحافظ الاثابة اللغوية ايو ايو شاطر جدع التعزيز يعني ايو اي فالمفروض القصة تتابع السؤال بقى هنا هم تعرف مين اللي سبت وتابع مين اللي كانوا في المدرسة الخاصة اي اللي هما دفعين في الوس هما اللي قاعدوا لولادهم ايو اي الغالبية العظمى عندنا اللي هما في الريف الستة عندها كزا حاجة وشغالة موظفة هو والاخر وحاجات كتيرة جدا هم يعني افهم من كانوا حضيك ان ممكن يكون فيه مثلا في الناس الحكومية مثلا بيروحوا المدرسة من باب ان انا بروح المدرسة بس لا بيروحوا المدرسة علشان اللي عزيز يتعلم طب بالاهل مش بتساعده الاهل ما احنا بقى انا بقى عزر الاهل هنا نتيجة الظروف الاجتماعية ونتيجة حياة كتير انما فيه حلول ايه هي الحلول زي ايه طيب اقول لحضرتك انت كبرامج بتبس وكقنوات فضائية بتقول والكلام ده كله ده شرحه تمامي تمام وحلو اه ده مساعدة مساعدة الدول ايه ده دور الدول صح طيب نيجي بقى للأولاين لو فيه لو هما بيشوفوه بالفرض ان احنا اقتنعنا ان هو تم بس الحصص الأولاين في المدارس الحكومة ويخلوا ولادهم يعودوا يتفرج اولا الامور خلوا ولادهم يعودوا يتفرج ويشوف ايه وهتفعل تمام كده تمام انت عارف يا مدرس في ارياف او في الوجوع ان ممكن الام ما تكونش متعلمة تمام والاب يكون في عمله يبقى انت تعمل ايه مع الطفل تقوم بالوساطة والدوش انت بتدي مثال وتديهم امه كمان واحد مثال واحد بس للحل مش لازم ثلاثة وتيجي في اول يعني هتتنقل للفكرة التانية خد منهم اولاين برضو الاجابة على السؤال ده السؤال بيبقى الف وبي وجيب وما تقولش الاجابة الصح ان ده صح اللي بعد ما تاخد من الطلبة ام معظم الطلبة عندك واللي دخل في السؤال ده في الاجابة قسمهم كده يدخلش في الاجابة بتاع السؤال التاني وهكذا علشان تعمل الفاعلية عن طرور اولاين وكأنه اي ليرنينج اللي هو التعليم الالكتروني كأنه في فصل مفتوح بالفعل ومتفاعلين مع بعض فيس توفيس طيب دكتور انا عايزين يعني مثلا بواحد دين تلاتة كده حاجة مبسطة ازاي ان انا علم طفلي صح وهو ما بيروحش المدرسة اقول لحضرتك اولا هي فيها صعوبة وانا على المراحل الخامسة الاولانيين ما بيجيبش نتائج ايجابية لازم يروحوا المدرسة لازم يروحوا المدرسة ممكن نتكلم في المراحل التانية فدي برضو هل فها خطورة دي قبل ما نعديها هل فها خطورة ان الخمس مراحل دول يروحوا ما اقول لك من تمقعد بقية المدرسة في البيت والمدرسة فاضية للخمسة دول انت عندك انا هدك توص الدول بس اللي يروحوا المدرسة اه انت عندك كم انت عندك 14 مرحلة انا نودي خمسة تمام تمام والخمسة دول راحوا اربع تيام اي هيجوا يشترك معهم اللي انا عايزين الباقي الباقي إشتركوا بس أولاين column اه مش انا هيجوا يشتركوا معهم في الحضور يوم واحد يوم او اتنين بس ايه بقى هوم يكونوا راحل الابتدائية اللي هي من اول رابع لحد سنة ستة وهيجوا يشتركوا معهم في يوم والتانيين الددي هيجوا يشترك معهم في يوم و سنة هيجوا يشترك معهم في وبنعمل فصل ما بينه بس انت فكت الاشتباك العددي وفردت الفصول بتاع الكسافة الفصول فديه انت تفاديت مع التعقيم مع التباعد اللي هو متر ما بين كل طالب وديه عملوها متر ما بين كل طالبه التاني زائد ان كل طالب يكل شوية بيروح يخسل ايديه ومعها اللي هي الكمامة اللي ما بيحطوش كمامة بقى فيس شلد الكمامة ممكن تكون غلطة على الاطفال برضو سؤال هم اللي قالوا الطلبة تلبس فيس شلد والمدرسات في داخل الفصول يلبسوا فيس شلد وينزلوا الكمامة علشان الطفل ويبص يشوف حركة فم اللي انه في النطق وكلام ده ومخصوصا الصغيرين وليزم يشوف فاويات شوف فده عشان كده ده كان الوقت وما يخرج ده ما يقول لها ما دي بقى الحاجات الحسنة اللي احنا عرفناها من بتوع الصحة ايه والبرامج الصحي يعني بقى وزارة التربية والتعليم تعمل زي التسقف الصحي وتبقى انتشارها اكبر ويجيبوا علماء النفس في كلية الاداب احنا عندنا دلوقتي كم كلية الاداب في مصر كتير لا عندنا عدد كبير جدا ينزلوا ينخدوهم في البرامج ويقولوا يعملوا ايه ويساووا ايه ويعالجوا المشاكل ازاي ويفتحوا الخطوط ما بين ولي الأمر يسأل ولية الأمر تسأل عشان المتخصين يجاوبوهم عشان يحلوا المشاكل الموجودة المشاكل كتير ومتفاقمة في داخل البيوتات المصرية على نتيجة الحدث الجديدة الطريقة اللي علينا بس احنا اكتسبنا الخبرة دلوقتي احنا كمصريين من خلال اكتسبنا خبرة في موضوع الله الله ينوعه ايه بس محتاجين ما وصلناش للطب اللي احنا عايزينه عايزين دايما قبضيط ودايما تحديث علشان نتفوق ايو ايو صح طيب دكتور ازاي بقى نساعد الطفل على تنمية مهاراته لان هو دلوقتي ما فيش مهارات مثلا ما بيروحش النادي وبيروحش ما بينزلش باي حتة ازاي نقدر نساعده مثلا جو البيت تمام احنا اتفقنا ويمكن انا قلتها من حوالي 10 دقيق كده ان احنا كبشر مقسمين لبصري وسامعي وحسي ان هو لازم يعيش الموقف يولبس بيديه ويعمل بالزبط كده بس انا مش هقدر ايجي واقول شوية دول بصري وشوية دول حسي وشوية دول لازم يعيش مع بعض ده هم موجودين مع بعض فانا كمدرس كمدرس عاوز اشد انتباه عشان يتفعل معايا وانا بتكلم اقول ايه بصوا معايا كده يبقى انا شدتي اللي هو البصري ايه صح طيب اسمعوا كده الكلام اللي هقوله يبقى انا شدتي اللي ايه السماء السماء طيب خليكم معايا كده في اللي انا بعمل ويبدأ يتحرك ويبدأ يعمل ويشيل معاه ويطلع ويجيب صور ويجيب بتاعي للحس يبقى ده اللعب في المعلومة الوحدة على اللي التلاتة يخطب التلاتة ده رقم واحد صح طيب رقم اتنين انت شايفني وانا شايفك انت شايفني في البيت كتلميز وانا شايفك كمعلم ما احنا فتحين الكاميرات وبنشتر ده الولاين الصح ايو ايو يبقى كائن وشايفين بعض كائننا في الفصل المفتوح تعودنا احنا عليه دلوقتي كان في الاول صعب دلوقتي تعودنا عليه وخصوصنا بقول من ربعة بتاع الكيجي كانوا بياخدوا يوم واحد بس اولاين ليه لانه حضروا بخمس ايام ايو ايو خلوا بيحضروا اربعة في المدارس واحد اولاين في قتل عملية خفيفة نسبة عشرين في المية وتمانين في المية ما تجي تقسم المية في المية تلاقي كده ايو ايو عشان المرحلة العمرية كان بيبقى يوم واحد يعني مش هبقى في مشاكل والعيل حبته ايو ليه المدرس الناصح يبدأ يغني هو اولاده يبدأوا يسقفوا يبدأوا يحول الحصة لفن حاجة ممتعة ممتعة لمتعة ايو ايو وخصوصا في المراحل الاولية طبعا التعلم من خلال اللعب ايو مش تعليم تعليم ده تلقين اللي انا هقعد اقول واسمع ويحفظ زي ما يكون بشغل ريكوردر لما التعلم هو اللي يسقف يعلم نفسه بنفسه عن طريق الميسطره بتاع التعليم اللي هو المدرس اي طيب انا دلوقتي دكتور انا عندي طفل مثلا هو هو زاكي دلوقتي واعد فترة كبيرة ما بياخدش اي حاجة يعني طيب انا ايه افضل الطرق اللي ان انا علم الطفل وخليه حسن من زكائه تمام اولا انت لو دخلت دلوقتي على النت بس يكون المواقع اللي هي الدولة تكون حتى اديها عليها مواقع موثوق موثوق منها وفي نفس الوقت تكون عن طريق نحن مش عن طريق حد تاني مش مستوردنا من برا وده الدور بقى اللي هو المفروض هيئة الطفولة والامومة تقوم بيه ده انتو يعني حاجة قومية كبيرة ومصرف عليها المليارات المفروض هم يوجدوا المادة دي ويغزوا بيها المواقع ويقولوا لهم ما تاخدوش الا من الحاجات دي ويقوموا بدورهم في تنمية مواهب لان في حاجة اسمها تعليم تفكير تعليم التفكير ده ايه تعليم التفكير ده ده تعليم التفكير ده علم يعني انا بعلمه يفكر ازاي يفكر ازاي يعني المفروض ان انا لما اجي احط قدامه حاجات وانا اجيب له كل حاجة وادهانه هو مش هتعلم انما لما اجيب له وحط له عوائق علشان اخليه يرغب بانه يبدأ يفكر علشان يحله وما سفهش الحلول اللي هو بيقوله وده برضو تسخيف للام وللأب وللأخ الكبير اللي موجود في البيت يعني لو قال يحل احاول ان انا اتكلم معه فيه شرف المحاولة عند الطفل اعمله تعزيز وساعده وفي نفس الوقت تبعد عن مواطن الخطورة بيجيش انا قال ليه اعمله تعزيز في قهربة مثلا ويقامل في نفسه او في نار لازم يكون الالعاب تكون والحاجات دي اللي بتعلم التفكير تكون مسموح بيها دوليا وداخليا عندنا في مصر وناخد من اهل الاختصاص فده مطلوب يبقى فيه حاجة اسمعية علم الترفيير ده رقم واحد فيه حاجة اسمعية تفكير الناقد تفكير الناقد انا لو لازم اسمع اكون مستمجات جدا للاطفال ولولادنا اي يعني ما جيش هو فيه حاجة بيشعجباه اه او ما انا اعمله كابت وقول له عيب ان انت تقول الناس بيشعجبك طب هي بيشعجبك طب ورأيه ما لازم يعبرهم رأيه لازم تقول ها وقول لي رأيه طب ليه بيشعجبك مفيش حاجة اسمعه بيشعجباني كده وخلاص لا اديني سابق اي من تعلمته تعليم التفكير جيت بقى للتفكير الناقد ده مرحلة تانية تقول لازم ما تيجي تنقط حاجة يا ابني لازم تقول لي ايه السبب لان ما انت تقنعني لان ما انا هقنعك هاتو خد اي يبقى اسلوب التعامل لازم اصلا نثقف اولياء الامور على كيف يتعامل مع طفله يبقى احنا عرفنا التعليم التفكير والتفكير الناقد نيجي لاهم نقطة اللي احنا بقى الطب بقى اللي هنوصل بس يجب نمر بالمحط اللي هذا في الرئيسي اه التفكير الابتكاري او الابداعي ايوه انك انت تبتكر اه وانك انت تبدع طب ازاي الطفل بتاعنا هيفتكر هيفتكر ويفكر صح ويبدع الا ازا كان يتعلم ازاي يفكر وازاي ينتقد ويتعلم من نقده ده وازاي احنا ننتقده بس باسلوب طربوي ويتعلم منه وياخد منه معلومة لازم يمر بمرحلتين علشان يقدر يبقى من هنا ينشق ابتكار ووجود عالم طفله صغريب عالم من الاسباب اللي قلناها برا هم شغالين كده بتدرسهم عشان كده هم بيصدرون او بيوجدوا علماء طيب هل تعلم وده انا قلتها كتير جدا وقلتها هنا كتير جدا على فكرة ان لما عملوا دراسة لازكى اطفال في العالم شوف بقى المفاجئة طلع ثلاث ثلاث دول ثلاث دول من افقر الثلاث دول افقر ثلاث دول مصر وفلسطين والهند طفل الثلاث دول اسكى في المرحلة الاولى اسكى اطفال العالم من وجهة نظر حضرك طب ايه السبب يعني ايه السبب ان الثلاث دول مصر اقول له حضرتك هو جينات وراسية تخليهم اسكى اطفال في العالم دي في المرحلة الاولى في حياته اه زي ايه مع الجينات وراسية وما متورصين اه وراسة يعني احنا اجناس اي فالجنس ده معروف بالزكاء والدهاء والفكر اه يا حضرتك تقصد ان الشعب نفسه هو عنده موضوع الزكاء متورص من جينات موجودة والجينات دي بتوع الصحة واحنا في قناة الصحة والجمال اسادة الطب عارفين الجينات دي ايه تمام ما بيجي بقى يخش التعليم التعليم يقتل كل اللي احنا قلنا عليه ده طيب فبعد ما كان هو اسكى طفل في العالم التلاتة دول الفقر والاسلوب التعليم وان الحياة المجتمعية ما ساعدتوش فبيضيع طيب يا دكتور انا عندي دلوقتي طفل زكي يعني طيب ازاي حافظ على الزكاء وده هو اطوره اه اولا نقوم داخليين على التعليم بتاعنا اللي هو اصلا هو والمجتمع الحاجتين اتنين فيه بيئة داخلية اللي هو في البيت وفيه بيئة خارجية اللي هي المجتمع وفيه الاساس بتاع التعليم اللي هو بيتحكم في الموضوع ده نعمل ايه نمسك الثلاث حاجات عشان نعمل نقدم حلول هو يا وزارة التعليم اعملي كذا ويا قائمين على المحليات اعملوا كذا ويا بيت اعمل كذا نعمل ثلاث رشدات انا كده سيبت بقى دكترة الادارة التربوية والتطوير والتطوير ده تطوير يا دكتور ما هو ايوه ده قمة ده اللي احنا المفروض نعمله وواجب علينا والمفروض الدولة تحاسب الناس انها عملت شيكا لان انت اتضرب كله بيعود على المجتمع اه فعلا هو اللي هيطلع ده هو اللي هيبقى دكتور وهيبقى مهندس وهيبقى صباح الكلام اللي بينكتب في علوم التربية بقولك ايه ان المدرس بما يصوغه من اهداف علشان يخش يدرس اسمها الاهداف السلوكية الاهداف السلوكية دي في المدرس نفسه المدرس بيعمل ايه بيحضر في دفتر التحضير بسمها ايه يقولك هيصوغ الاهداف السلوكية اللي هيخش يدرسها في الكيميا هيدرسها في الفيزياء هدرسها في درس العربي في درس النحو في درس الدرسات الاجتماعية السوشيا دي بتبقى غير المنهج هي المنهج هي المنهج المفروض كده وجاي لونك كلام الكلام ده بكتوب في الورق وحيب وقوي بس مش على ارض الواقع مش موجود التطبيق بقى وتوصيل الفكرة للمعلم وللطالب وانه يترجم في داخل الشرق المصري وفي داخل البيت هي دي المربط الفرس نقول بقى انا قدامنا وقت كويس ولا ماشي قدامنا قدامنا انا لما اجي بدرس درس مثلا وليكم في الفيزياء انا جدت الفيزياء او الكيميا حاجة صعبة وحاجة جندة حاجة زائد حجم تسوبي والطلاب دايما يكرهوا المادة لو انا حطيت انا بقول لك في المركب الكيميائي هحط مش عارف كم جرام على كم جرام علشان اوصل للنتيجة اللي هي اللي بوجوده قدامي دي تمام تمام لو انا جيت زودت عدد الجرامات في حاجة دون الاخر يبنى عملت خلل او انا معلتش خلل عملت خلل هتعملي اللي يجيب للنتيجة ضر ولا مش نتيجة ضر اكيد هجيب نتيجة ضر طيب بقى يا ولاد شوف المدرسة بقى عشان نحاول نحاول السلوك نحاول السلوك الشيء اللي بيبدأ صح بينتهي صح كذلك واحنا ماشيين في الشارع بتاعنا واحنا في بيتنا لو انا ورميت الزبالة في مكان الزبالة بسلة المهملات هيتنى البيت نضيف وهيتنى الشارع نضيف وابني هنشوف برضو هيعمل زيك وهذا السلوك أنا حاولت الحاجة اللي أنا بادرسها لسلوك طيب حاجة تانية لو أنا ممشيتش غلط في بعربيته ما تخططش السرع على طريق وصل الضهشور اللي بيعملوا كل يوم حادث مش هيحصل حوادث حضرتك اللي بترد علي صح يبقى الصح بيجيب لي نتيجة صح لو أنا اتبعت وممشيتش مخالف بالعربية مش هموت ولا هينعمل لي كارسة لو أنا مدتش رشوة يبقى أنا مقتمع هيبقى هواقف الفساد اللي موجود في داخل الحاجة اللي أنا داخل اللي هي أصلا موجودة الخدمية اللي هي موجودة السجل المدني وخلافه وخلافه صح تمام لو أنا في استهلاكي شوف السلوك هاو واللي بي وفايدته اي انا منش قاعد في الحجر قطف المصباح صح قفلوا قطف المروحة قطف التكليف تكليف تكليف ما نيجي كأسرة شوف حضرتك بتردين لي برد قوي جدا ترشيد شوف بقى وأنا هوصل للترشيد دي في حاجة خاصة بالدولة كمان في البيت من البيت طلع من البيت هنطلع مع بعض لقتي في الأهداف السلوكية اللي ماشية بها الغرب وعشان كده هما نكحين وإحنا بقوا إحنا مش نكحين عشان هما بنسمعش الكلام المفروض إن الحاجة تبدأ من الشخص نفسه من البيئة نفسه فرض فرض إحنا كأسرة شوف السلوك هاو إحنا عايزين نرشط وعايزين نوفر فلوس لولدنا وعشان نباليج نتفسح نلاقي فلوس صح؟ ما هدي نتائج ومترطبة على بعض طبعا ما نتجمع كلنا قدام تكييف واحد بدل ما نتجمع قدام كلنا بدل كل قوضة فيها تكييف شغل بدل آه ليه ما نعملش كده ليه ما نقعدش لو إحنا عاديين كأسرة حتى هيبقى فيها فوق كترة جدا إحنا عاديين كأسرة فيه لمب شم صح فيه طرائف مجتمعية هنعملها مع بعض ونتكلم مع بعض هيبقى فيه تواصل اجتماعي ما نسمعها أسرة ليه صح وفيه التواصل الأسري والمجتمعي اللي مطلوب اللي بنتكلم فيه ليه إنما كل واحد ما سيك للجهاز بتاعه وكل واحد لايه عالمه الخاص اللي أفسد المجتمع ككل حي وكله لا شوف حضرتك من درس الكيميا وصلنا لإيه طيب إيه اللي يعود على المجتمع أنا لما لما بقى الأسرة مع بعض والبيت البيت لما بيرشد استهلاك وفر شوف حتيمش معاي خط وخطوة هتلاقي كل الدولة استفادت من التوفير بتاعك انت وفرت بدل ما وفرت في الكهرباء وفرت مش عالف إيه برضه في السلوك أنا بقطع الرغيف لأيش أربعة جزاء بدل ما أنا بحط الرغيف فاكل الحتة منه ورمية عشان شكله تشوي صح إنما لما أنا بقطع أربعة 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 أنا خدت ربعة أكلت ربعين في ربعين أخيها يأخدهم مش هيتأفف صح لو أنا وفرت في العيش صح أنا عملنا توفيف حاجات كتيرة جداً أو بس أعني إزاي هنخلي كل الناس تعمل كده نازم ما هو ده بقى دور العنصر التطقيف اللي هم نتكلم عليه طيب أنا دلوقتي أنا أنا متكلم بقى هو تحويل العلم لسلوك وهيفيد المجتمع كله إزاي أنا دلوقتي وفرت فلوس بقى مع أنت كربو أسرة بقى معاك فلوس متوفرة مظبوط تمام هيجي هننزل لأي مول من المولات هنتفسح هنأكل هنأكل أفتت الأماكن أنت اشتريت منهم يبقى كده اقتصادية عملت حركة اقتصادية المطاعم والناس اللي بتشتغل وتعمل عملتوا في نفس اللوقت انت بسطت أهل بيتك صح لبا أنت عملت إيه ثلاث أربع حاجات في وقت واحد محدش عمره فكر في الحاجات دي الفلوس دي كلها انت لما رجع للدولة داخلت خزينة الدولة هتشتغل ايه وبقى في سيولة وخبال حدثة زي الفلوس اللي بتيجي بتاع العملين في الخارج طب بالفرض بينما انت وفرتي كمان بعد كده هتعطي حطوم في البنك صح صح هتعمل ايه تاني انت هتقوم جاي شاري حاجات طرفهية شغلت المصانع اللي بيبيع الحاجات دي ايه شغلت هتشتغل فاكها حاجات اللي هي أصلا مش أساسية مش سمن وزيت ومتاع اللي مش كل الناس بتشتغل الله ينور عليك انت عملت التفاعل مجتمعي وكل استفاد منك وفي نفس الوقت البلد نشطت فيها حركة الاقتصاد الاقتصاد ونشطت بلدك ايه انت استفاد والاخرين استفادوا وتشغيل ايمالة ووفرت كهرباء ووفرت الاجهزة اللي عندك بدل ما هي عدت تشتغل لقولك لها شغل مش عارف 16 الف ساعة انت خلصتهم في سنة وكل الاجهزة خلصتهم ايه انت وفار يبقى كده بيبقى علي عبء بقى عبء مالي فايدة التعليم اللي ترجمته لسلوك فعلا هم بره عاملين كده احنا مش بنعملش طب دكتور دلوقتي احنا كلمنا عن التكنولوجيا دلوقتي ازاي اننا يعني ايه اكتر حاجة الطفل بيكون محتاجها في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه دلوقتي اولا الاجهزة اللي هي بتاع الوينت والكلام ده ثبت علميا وتقال انها المفروض اقصى حاجة من نص ساعة الطفل الصغير وانا كنت مش خير حاجة قريب من يومين ثلاثة انها بتعمل عند الاطفال الصغيرين لما بيزيد عن النص ساعة اللي هو ماسك الجهاز في دي اللي هو العمالي العديد النص ساعة حضاك تقصد في اليوم في اليوم النص ساعة في اليوم ده لو زاد عنه بيعمل لهم ارتخاء في عصب العين وانا مش طبيب بس انا قريت المعلومة وبقولها معلومة تعمل لهم حوال حوال شو بقى يا ستة يا مصرية يا رجل يا مصري يا اللي سامعين وعلى فكرة بالفعل هي حصلت لحد انا عرفتها من كتر القادة على التليفون اطفالكم يحصلون ارتخاء في عصب العين ويحصلون حوال دي رقم واحد رقم اتنين طيب انا ما بقدرش على ابني ايه ازاي دكتور فعلا ازاي تحكم فيه هقول لحضرتك لما بيلاقي الاب والام مسكين هما نفسهم اطبق على تنهى عن خلق وتأتي مثلهم صح يبقى انا اطبق على نفسي بالذات الاخراء واجه على نفسي طيب انا افرض ان حضرتك مسل جارجي المعلامي شغلك على التليفون اي صح ازاي وصلوا المعلومة دي لا ومشغلش قدامه خش مكتبك او خش قطك واشتغل اعمل شغلك وتعال اتفرغ له تعال اعود معي تعال اعود معي فيه موقف حصل قدامي والطفل بيترجم المواقف بدون تجميل لا يتجمل اه مش اعرف يكزب طفلة ما مطسة سينها طمار اه وهي في شغلة لما بتيجي تعملها بتقول لها لا مش عاملة البنت تقول لها مش عاملة ليه علشان هي مفتقدة الام وعملة رد الفعل ان هي من جواها مخصمة ما مط بس مش عارف تقول لها مخصمة حاجة لا اراضية اوه فبتلاق اراضي كده بتتنب تقول لها انا مش عاملة تخرج على الخط فالواجب التواصل بين الام والطفل ما يزيدش عن ساعة حتى لو هتروحي تدها ببنية هتروحي تتكلم معاه شوية هتدها حاجة تلعب فيها وانت بتشوف شغلك يلا انت تعمل دي تلعب في دي بس حاجة بعمل اللي هي فيها تعليم التفكير زي اللعب كده فوق التركب في لعب موجودة بتتدايع وبتجي انها من بره ايه تركب وعمل سلم ايه مش عامل حاجات كده تعليم التفكير التفكير الناقض لو هي انتقد تسمعيها ورد عليها واقناعيها وقلوله شوف ايه والقبار والصغيرين واللي هما شوف لي اكبر عدد اللي يجيب له اكبر عدد من الاستخدامات لها للورقة البيضة الورقة البيضة دي هيبقى هو المتفوق عبقى العصف الزهني ايه فعلا يوم رو واحد يقول لك ايه انا بكتب بيها ده ما دي مقلوفة ومعروفة هارسن فيها حضرتك بتقول لي هارسن هيفكر عن العب انا وانت وحنا بنتكلم ايه انا نطلع بعشرين صح واحد يقول لك انا عامل بيها زينة علاقة في البيت واحد يقول لك انا مثلا جاي عند حضرتك وحضرتك مثلا موجود ومش حطين احنا الاتنين مناديل هون جاي فتح البتاع دي وحططها ومبين خطة منها عاملها منديل ايه الحاجة ام الاختراع صح ونعمل بالمباريات اللي انا بتكلم فيها دي تفطيق ذهني زي ما انا بمسك حاجة بفتاقها بمسك الزهن ده بعمله حاجة اسمها عصف زهن جامد لا ده انفجارات فكرية انفجارات فكرية غير مقلوفة علشان يحصل ابداع ما الابداع هيجي مني اي اي قال لا بين خروج عن المقلوف لاب دكتور عشان هي بس عشان حلقاتنا قرابط تنتهي فيه سؤال مهم دلوقتي طب الاطفال دلوقتي بيمسكوا التليفون بتاع الاب او الام علشان الانلاين وبعدين بيمسكوها يلعبوها مثلا ارعاب تانية يتفرجوا على كرتون فيديوهات يعني ازاي يوفر لهم بيئة تكون زي بيئة المدرسة اهو انا اقول حضرت انا نصحت اولا ما يمسكوش تليفون في حصة الانلاين يتعمل ازاي انت شاشة علشان العين برضو شاشة زي اللي هي موجودة حوالينا اللي موجودة على اولادي جننوني ممكن تكون مش متوفرة دكتور اولا كل بيتبقى فيه دلوقتي لاما لابتوب لاما شاشة دلوقتي فيها فيه تحويل على شاشة التلفزيون اه يا حضرتك توصل توصل يعني الانشاشة اه توصل وده فرجة ليه اكتر علشان يشوف صح وعشان مترهقش انت فرق بخد بالك اللي احنا اتفقنا بان الاربعتاشر مرحلة دون كلهم اطفال ايو لان حد تمنتاشر سنة في مرحلة طفول ايو فعلا عشان ما بوصي يعني فده ده رقم واحد رقم اتنين هو عايز يستخدم ترفيه اقصى حاجة عملها له ساعة مثلا الساعة دي خلاها على شاشة برضو وجيب انت البرنامج اللي هو هيشتغل عليه علشان يعلم التلات حاجات اللي احنا تكلمنا فيه يعلم تفكير يعلم مشاركة يجيب له لعبة ويقعد يفك ويركب فيها الحاجات اللي هي اصلا تفيده اللي هي تفيده وفي نفس الوقت فيها لعبة وفيها اكشن وفيها حاجات تمام انما انا مسيكه الموبايل تمام انا بوصت ان ايه وعملت هدمت كل اللي انا عايزه ايو فعلا وفي نفس الوقت احنا ما نمسيكش احنا نفسنا الموبايلات بقى بالشكل ده قدامه لأربعة وانتشين ساعة يعني لازم العملية تكون من الكل ايو ايو ونيجي على نفسنا شوي طب دكتور انا لو ما عنديش نت في البيت هعمل ايه مه دي مشكلة بقى دي مشكلة المفروض بقى ان يعني انا رأيي احنا بنوجه حلول للموضوع انا رأيي اه ان شركات المحمولة الثلاثة احنا عندنا بدون ذكر اسمها عشان ادعاية اه الا اذا جوهم بقى دفعوا للبرنامج ان شاء الله دفعوا للقناة ايو ايو هم اربع شركات اربع شركات اصد حداك تقصد ان هم يتبقى مساهمة مجتمعية يعني اعملوا مساهمة مجتمعية الولي الامر ياخد ورقة من المدارس سواء كتحكمية ولا خاصة ويروح لهم وفي ايديهم ان هم يخلوا في الفترة النت مجاني لا بش مجاني بقى بحاجة رمزية من الساعة كذا للساعة كذا ويتحكموا فيه انه يربطوهم مع المدارس انه هو لازم الانلاين بس يعني مش هدخل بيه على الفيزبوك ويمكن يدولوا مجانا في الحلقة دي زي ما انت اقول ايه من الساعة تسعة لحد الساعة اتنين والشركات ما شاء الله عليهم كلهم كذبانين كذبانين كتير 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 وان انا اقدر احكمهم ان هم ما يدخلوش على اي حاجة غير مثلا البرنامج اللي انا هحضر عليه خاص بالحاجات دي وفي ايدهم يتحكم فيه وجهاز الدولة اللي بيخصر بالاتصالات في ايدهم انه يتحكم فيه لو حبوا ايه ايه فعلا يعملوا كتير ويدخلوا لان انا فيه معلومة تاية عننا ان السبعتاشر مليون دول ولا التماتاشر مليون ولا العشرين مليون دول اولاد مصر مش اولاد ابوهم ومموهم دول المستقبل اللي جاي بكر دول اللي هيشيلون احنا فعلا انا بعمل اعنانات بملايين ودول اللي هيشيلوا البلد ايه انت بتعلمشي لابوه وامه انت بتعلم لمصر ايه ودول شركات اصلا وبتربحوا اه والله يتنحط في عقدهم انت عشان تاخدوا الليسم بتاعك والروسة اللي ماخدنا في مصر وانت عاملين مليارات ساهمه ولا دكتور احنا يعني قلنا حلول كتير جدا وحضرتك قلت يعني حلول كتير جدا الحلقة دي يعني انا شخصيا استفدت كتير جدا من اللي حضرتك قلت طب في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحوار الممتع ده الاستاذ الدكتور رقفة عمران دكتور الادارة التربوية والتطوير المؤسسة ربنا عفظنا بنشكر حضرتك يا دكتور انا الاسعر وسعدت بيك وانت ناجح جدا انت بتدي الفرصة للضيف ودي تقلمنا جدا انت ما شاء الله عليك ربنا يكرمك ويكرم قناة الصحة والجمال ويخلي كل اولادنا ما يجننناش ويبقوا ان شاء الله احسن اولادنا يجننون فعلا شكرا يا دكتور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا والى اللقاء في حالة جديدة من برنامج اولادي جننوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة